لن نخضع للتهديدات وسننقذ عملتنا المحلية هو رد التركي على ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وإجراءات ترامب التي يقول الأتراك إنها تمس كرامتهم وكرامة بلادهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي الذكرى السادسة عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية قال إن بلاده تمتلك أحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم ولا يمكن لأحد ابتزاز تركيا اقتصاديا أردوغان دعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية ردا على إجراءات واشنطن ضد أنقرة غير المبررة بنظر الحكومة إذ عدتها الأخيرة محاولة انقلابية أخرى غير عسكرية وتناغما مع موقف أردوغان من الضغوطات الاقتصادية أكد وزير المالية بيرات البيرك أن حكومته ستتخذ خطوات عاجلة لحماية الليرة كي لا يتحول الدولار إلى أداة عقاب سياسي وأضاف البيرك أن الوزارة أعدت خطة عمل بشأن الشركات الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف لسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي التركي كشف عن إجراءاته لمواجهة هبوط قيمة الليرة وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها توفير عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار للنظام المالي والمصرفي في البلاد رد فعل الحكومة التركية بشأن هبوط قيمة الليرة جاء على إثر قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمروجية على صادرات الألمنيوم والصلب القادمة من تركيا ووصفه العلاقات الأمريكية التركية بغير الجيدة كما أن لقرار العقوبات المنتقدي ضد وزيري العدل والداخلية التركيين الأثر في اتخاذ تركيا حزمة إجراءات مضادة لحماية اقتصادها القوي أصلا وترى الحكومة التركية أن واشنطن اتخذت من قضية القس الأمريكي أندرو براون المحتجز لدى أنقرة بتهم التجسس والإرهاب ذريعة لاتخاذ خطوات عدائية ضد تركيا بجانب ذرائع أخرى تمس في الحقيقة أمن تركيا القومي وثم تمن يقول أن نهج ترامب العشوائي في فرض عقوبات على منافسيه الاقتصاديين مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي سيدفع هذه الدول لإنشاء اتلاف جديد مناهض لواشنطن قد يحدث الطرابات تجعل الإجراءات الأمريكية ذات نتائج عكسية وهو ما ألمح له الرئيس التركي عندما رد على إجراءات ترامب بالقول إن بلاده قد تجد أصدقاء جددا بعيدا عن المظلة الأمريكية